ده كان كلام مهم جداً في مجريات الكروية النهاردة لكن أعتقد ضربة البداية دائماً وأبداً معه مقالي ومقاله آفت مدينتنا صاحب نوبل نجيب محفوظ لوم أقولها شهيرة آفت مدينتنا النسيان إن مشكلة البلد كله بينسى مدينتنا دائماً وأبداً أي حاجة تتقال فيها استنى عليها يوم وليومين ثم نحن شعب ينسى كل شيء بعد حين لكن الحقيقة آفت مدينتنا في الرياضة وفي هذه الأيام مش بس النسيانة مش مانس لا أنت الغموض الكاشف الغموض الكاشف طبعاً الكاشف على إن لا يمكن الأمور تكون ماشى باستقامة هذا الغموض طول ما الشارع بيسأل عن إجابات لأسئلة يسهل إجابتها في ثانية بقدر بسيط من الشفافية من الجهة التي لا ناقة لها ولا جمل ولا مصالح المفروض غير تحقيق الصالح العام مش معقول إن إحنا عايشين على موضوع هو زمالك يتعاقب إمتى وتعاقب إيه العقوبة الحقيقية وإيه اللي فجر العقوبة دي دلوقتي وفيه يعني قصم نقاط ولا غرامة طب وإنت أجلت ليه من غير ما تعلن الأسباب الموسم بتاعك والقيد موسم القيد بتاعك مرة واحدة أجلت ومدة طويلة 20 يوم مسائل ما حاجة يطلع الأستاذ عحمد مجاهد أنا سمعت حديثه مع إبراهيم فاي استغراب بيقول له هو ما أعلنتش ليه قال أعلن إيه ده موضوع خص الزمالك وخص الاتحاد ما يخصش حدي تاني ما يخصش حدي تاني إزاي ما يخصش نظام عام ما يخصش ناس بتبيع وتشتري وبتنقل وبتعير إزاي ما يخصش حتى الزمالك إنه كان يعرف في المعادل مناسب عشان يعرف يتعاقد ولا ما يتعاقدش أو حيعمل إيه في المشكلة بدري بدري لو أنت قلت من شهر ستة وانت بتحاول تحل دولة كان زمان المشكلة تحلت أنت لم يستفد أحد من هذا الغموض إنما إنك أنت بيستمرار عاستخد سكة الرشيد اللي بيرعي مصالح الناس على حساب مصالح الناس كل ما بتعمل حاجة هنا في مصلحة دمها بالضيع وفيه نظام بيهضر فيه نظام بيهضر أنت حتى في العقوبات يعني العقوبة بتاعة الكابتن شيكبال احتج عليها اللي إحنا مش عارفين لسه لحد دلوقتي هي اتخذت علشان اشتباك الكابتن شيكبال مع الأستاذ أحمد مجاهد ولا اتحطت معاها شكوة النادي الأهلي على التجاوزات اللي حصلت في حقه لا أحد يجيب عليك في هذا السؤال إنما يطلع أستاذ أحمد مجاهد أنا ما سمعتوش بيشتمني فتبقى الزريعة يطلع أستاذ عدري الشرواجي يقول لك لا كان فيه تجاوز وعندنا تقرير بهذا التجاوز لكن المرائب سجل تجاوز هنقول يا سيدي ما سمعهاش أحمد كي أبتل أستاذ أحمد بس المرائب سمح أو مش عارف مين سمح أو أستاذ أحمد مجاهد على هو حاب يعني ما يبقاش طرف بشكل مباشر طالما أن الأمر معروض على لكن برضو وقال إيه بقى رعينا النادي ورعينا كبر سن اللاعب وما كانت فيه تخفيف العقوبة يا أخي قلنا قلنا استندت على إيه حد قلنا المادة بتقول عندما يحدث فطبقنا ديه طيب هي شكوة النادي الأهلي كده ما تقدمتش أنا بتديت أشك أن يكون النادي الأهلي يقدم شكو يعني من كتر محدش بيكلمك عليها قل حفظا طلع حققنا وطلع أنه ما لا رأس ولا شتم ولا كان فيه حاجة من دي اللي أنتوا شفتوه ده كان خيال علمي اللي سمعتوه ده ده هواجس وأوهام قل حاجة لكن لا يمكن أن الأمور يا أستاذ إبراهيم هتفضل ماشية بالأسلوب ده هتيجي تقول لي ما هو دلوقتي فيه لجنة أندية ما هو لجنة الأندية ما بتجبش السابق فيه حاجات سابقة معلقة لازم أجوبة جاه قال له طب هو الجواب كان فيه عقوبات أخرى ولا كده بس قال له الإدارة القانونية يعني زي على طريقة اسمك قال له تلاتين سنة يعني الإجابة في حتة تانية سابعين كيلو أو أي حاجة أو يعني أشمر اللون أو أشعر اللون من بينها يعني قال له الإدارة القانونية بتدرس إيه هو بيسألك الجواب يتضمن حاجة هيا دي عايزة أكتر من أنك تحط الجواب على الموقع بتاعك وتسيب كل واحد يفهم منه اللي هو عايزه لماذا نضع أنفسنا في دائرة الريبة باستمرار نيجي نخش الأمور مرتبطة ببعضها طيب إذن في الجزئية يعني يعني عشان برضه القافة الكبيرة في الجزئية دي اللي المون سعدلي قالها غياب الشفافية غياب الشفافية بقدر كبير جدا في المشهد الرياضي كله في التحاد الكرة حتى في التحكير أنت عندك عقوبة صدرت ما ينفعش يطلع رئيس نادي زمالك يقول أصلاحنا اتحاد الكرة كان قال لنا أننا ممنوعين من القيد بقالنا لمدة دورتين قال له يعني الاتحاد ينكر طب انت بتنكر ثم يطلع أطراف أخرى تقول العقوبة ما كانتش بس إيقاف قيد مرتين ده في عقوبات أخرى فيها خاص من نقاط وانسيب المسألة عند الناس وكأننا لحنا مجتمع متعلم ولا اتحاد عنده علاقة بالفيفا ولا ناس تقدر تخش على موقع تشوف العقوبات ولا أي حاجة خالص ليه انعدام الشفافية ليه اتحاد الكرة وعنده موقع رسمي فعال وناشط ليه ما يحطش عليه ما وصله من الفيفا هو لصالح الزمالك هو لصالح الأهلي هو ضد القيد هو مع القيد هي في عقوبات أخرى في النهاية هو ما هوش طرف هو تلقى ما اتخذه الفيفا ولجانه من عقوبات وقرارات هي ايه مش بتاعته لكن السكوت وعدم الإعلام بيحط الاتحاد ويحط الناس كلها في مرمى الاتهامات خلينا نقول إن الإشعاعات حتى يسبب ده وانا قلت كده للمهندس أحمد مجاد يا باش مهندس حط على الموقع الرسمي للاتحاد ما وصلكم من الفيفا طب ممكن الموقع الرسمي ده أنا عايزة أسألك أنت أسأل دلوقت هو برضو أنتوا كعلام ربما تكونوا مسؤولين برضو هو الاتحاد الدولي صعب نعرف الجواب ده صدر إمتى هو يعني في ناس دخلت على مواقع لجان الفيفا فجابت نص العقوبات اللي كانت صدرت من ضمنها خصم نقاط ومن ضمنها منع التمثيل الخارجي يعني مكتوب كده يا جماعة ده أرسل الاتحاد الاتحاد قال لك لا اللي جاني وقف قيد فقط طيب خلاص اللي جالك حطه ببساطة جديدة جدا لا سنالي بس يا صاد إبراهيل هو ممكن الفيفا تطلع نموذج للطرح الدولي ونموذج للطرح المحلي من نفس يعني العقوبة دي إحنا حنقول أمام المجتمع الدولي إن فيه خصم نقاتل بس لما نبعت الاتحاد المصري عشان ما نعملوش مشكلة ما نجمش سريتها لا يمكن هذا الكلام لا الناس في الاتحاد يقول لك دي كانت مرحلة أولى ثم تم الطعن عليها اللي جالنا حاجة تانية أنا معاك اللي جالك أعلنه ببساطة جديدة جدا اللي جالك أعلنه للرأي العام كله احتراما لكل الجماهير ولكل مصالح الأندية لأن المسألة لا تخص نادي الوحدة ومش برضو مش الكلام دفاعا على مصلحة النادي الأهلي لا دفاعا عن الحقيقة فين مش أكتر هي دية انعدام الشفافية جماعة دي قافة كبيرة جدا ثم ثم حتى في التحكيم آه يطلع يتقلك الكابتن عسام عبد فتاح في تونس قال إن الفار والتحكيم ما مشوش يعني معيار العدالة وتسببه في إن البطولة راحت في حتة طبعا اتقالت غير مستحقة لما طلع الكابتن عسام نفا يكون قال هذا الكلام لكن الكابتن جهاد جريش قال لك أنا تواصل وضحني فيه مشكلة بين الكابتن عشان يكون منصفين بين الكابتن جهاد ونظرته إلى الكابتن عسام ويعتقد أنه يحاربه لكن إذا كان اللي بيقوله الكابتن جهاد إنه تواصل مع ناس في اللجنة طلع مع الكابتن ميت عشالي بيقال الكلام ده أنا سمعته مبارد إنه قال له لا ده هو قال حكام المصريين إيه ده البوازو الدوري في مصر ترجمة نانسي قنقر